يقول لك يا أبو عبد الرحمن الضغوطات النفسية تغير الشخص من مرح إلى كتلة صمت الله يا ساثر يا ساثر من شخص مرح وشزينة وشحالة عنده الضغوطة تعرف اليوم تشوف واحد هاجد وساكت وانتعرف انه مزوح وراعي مرح فرف عنده ضغط نفسي فيه مقولة جميلة تقول إذا صاحب الابتسامة هي جاي بالصورة على أحد الشخصيات الكرتونية والمهرجين أو شيء إذا هو نفسه يعني متألم من يصنع الابتسامة وين نلقى الابتسامة منه أحيانا بعض الناس اللي عرفناهم مسولف جية في المجالس وراعين دم خفيف وامورهم زينة لما يصاب مثلا بضغوطات نفسية نجد اللي حوله وش فيك يا فلان عسى ما شهر ترى يا جماعة الخير الأرواح يعني لحم ودم يعني يجيها من التعاب يجيها من المشاكل يجيها من أذكرنا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الأعمال سرور تدخله إلى أخيك المسلم صحيح فليش شفته واحدا زعلان وحطته لو كان هل يموسع صدوركم وسعوا صدره هذا وقتكم وكم توسعون صدره نعم زي ما يقولون خلكم حوله لا تتركونا يا هل يلا تخلوني يا هل يلغني داله وسالي نعم 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 من معنى خلنا نسمع نسمع طيب يقول كذلك طبعا هي الضغوطات النفسية هو شعور مثل ما قلنا أحيانا يصاب الإنسان بضيق في النفس في كثرة ضربات القلب أحيانا ارتجاف أحيانا الحركة تكون غير يعني متزنة فهم حريصين دائما أن يكون لك يا صاحب الضغوطات هم يعللونها أن بعض الناس إدارته لحيات لحياته مشكلة بمعنى أنه دائما يعيش في مربع عاجل مهم دائما يأخر مثلا تجديد رخصته نعم السيارة ما فيها تأمين تسجيل عياله مأخرهم التطعيمات مأجلها عنده واجبات عنده اختبارات عنده دورات مأخرها لين تجتم على هالأمور وتتراكم ويصير عليه مثلا المخالفات وغيرها يبدأ افزعولي زينولي أنا عندي ظروف أنت حوسة أنت أنت فيك يعني أنت فيك البلاء فيك البلاء يعني أنت رتب نفسك بإذن الله أنها تخفف عنك نعم في ناس ما شاء الله عليهم يعني يعرف وزنية نفسه يلقى نفسه مثلا أنه لما يضيق صدره مثلا يمشي في بعضهم أنه يسمى يتسمى عشياء يحبها ويرتاح لها نعم في بعضهم مثلا يروح يتسوق نعم فيها أنا عارف لك واحد طفران وحالة حالة يروح ويتسوق ويقوس في غرفة الملابس بس لحد يقلد هذه ثم اللين جاي يطلع لينها ماني العربية زين ويتطيب ويخلص كلش أيضا ويذوق وكل سنسا صار فيها كل ثم اللين جاي اللين جاي يمشي وش سوى طلع وخل كل شي يعني لا شي ملابس شراها لا طيب يعني اشتراه إلى آخر فا